لم يعود الشارع العراقي على ما يرام إذ أنهكه الانتظار الطويل متأملاً أن يصبح في يوم جديد يرى العراقي فيه ما يلبي خدمة وحقوقاً واستثماراً وأمناً دائماً غير منقطع أما مر الانتظار أو كما وصفوه بقهر وحرقة دم انتظار انفراجة البيت السياسي وليس بحديث سياسي أو بفقه سياسي بحت لكنهم صوت شعب أطال الانتظار في قافلة البناء والوعد المؤجل حتى اليوم هذا لسان حالهم باتفاق على دعوة عاجلة لشخص السياسة وخبرائها بضرورة الإسرائي في تشكيل الحكومة لأن حنا ملينا بزعنا وتأذينا الاقتصاد العراقي الدهور الوضع الأمني الدهور يعني كثير من الأمور معطلة الآن إن كانت تشرين بضرة فأصبحت نبتة وبالعام يقولي إذا طقت هالمرة صعب ونتمنى نتمنى نتمنى ما توصل هالمرحلة إن شاء الله اتجاه آخر حذر منه مواطنون السياسيين خوفا على مصلحة بلد تجرع كما يقولون لعنة المحاصصة والمصالح والمكاسب متفائلون بعهد جديد بالفعل كما بالقول طيب فرحونا ما يحصل من محاورات لحد هاللحظة تصريحاتكم وهو مسؤولين لإعلام ماركو يقول لا تفاوضات ولا نتوصل إلى شيء شن السبب؟ المفروض يظهر لنا بطل كما فعل سيسي كما فعل قيش سعيد من أجل إنقاذ الشعب العراقي وإنقاذ الاقتصاد العراقي اتجاه آخر ذهبت إليه أراء بتقديم نصيحة الاقتداء بدول في المنطقة مخاطبين العقل السياسي الناضج في حراك العملية التي عقدها الانسداد وأثقلت بها كاهل البلاد ترجمة نانسي قنقر